بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 25% بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2020 بحسب تقرير صادر عن دائرات الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2021 وقد ذكر تقرير أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2021 24.2% مقابل 28.5% للإناث ويتضح أن معدل البطالة قد ارتفع الذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية كما ارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2020 فيما بيّنت أن نتائج معدل البطالة كان مرتفعا بين حملت الشهادات الجامعية الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوروس فأعلى حيث بلغ 27.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى